مرحبا بكم وتتبعين الكرام اتمنى تكونوا كامل بخير و بعافية انا اليوم كنت قاعدة جلت في بالي الملوخية قبل ما نديرها جتوتو ما في بالي قلت نشارككم الوصفة تاعي ان شاء الله تعجبكم و تنري ذاكم و قبل ما نبدأو لفيديو تانا فضلا وليس امرا لا تنساوش ديروا لي ابوني للقناة و فعلوا الجرس و كومنتي و لايك للفيديو و نبدأو على براكة الله انا اليوم استعملت الحمتة الخروف كل واحده كيف يحب يطيب الملوخية تاعه كان يستعمل ارانب و كان يستعمل الحمتة العجل ولا الايوز كل واحده كيف يطيبها انا درت الحمتة الخروف كي ما قلت لكم تبلت الحمتة عي ساعتين مقبل ما نبدأ نطيب درت الثوم راس الثوم كبير كسبور كروية ملح و فلفل سود خلط الازي بيس مع الحمليح و غطيتهم و خليتهم في جهة يرتاحوا من بعد الكاسرونة تعالي حنطيب فيها استعملت كاس زيت و الملوخية تخلطيهم مع بعضهم ليح لازم يكون بارد في بارد ما ديريش زيت سخونة باش ما تحرق لكش الملوخية تاعك ديري كما قلت لك بارد في بارد تكون زيت باردة و الملوخية باردة خلطيهم ليح بالمغروف حتى ان تحل الملوخية و الزيتها دمك في بعضهم و من بعد نحطون طيبوهم من بعد حطي الكاسرونة تعالي على النار وبقى يتحركي تحريك مستمر ما تحبسيش خلاص باش ما تتلصق لكش الملوخية في جهة الكاسرونة وبقى يتحركي حتى ان يبدال تبدال الزيت بالغاليان كي ما راكي تشوفي من بعدها ضيفي لها المسخون تكون المسخون تجا كي سخنتيهم مقبل امرقي بالمسخون وبقى يتحركي بقى يتحركي ما تحبسيش خلاص بعد كي زيت تغليز يضيفي الحم تاعك اللي كنتي تبلتيه مقبل وبقى يتخلطي ثاني بقى يتحركي مستمر كي ما قلت لك ملوخية تطلب وقت كبير للطهي تحام وتحب اللي يصبر عليها وتحب تحريك المستمر باش ما تلصقش في القاع كي ما قلت لكم وما تتحركش من بعد كيف اتعرفي الحم تاعك طاب اذا كان الحم تاعك فيه العظم تلقي الحم تعرى من العظم جبد من العظم تاعو ولا تشوفي بالسكين من بعد زيدي ضيفي الفلفل اللخضر ولا فلفل اللحمر مع الرند وبقى يتحرك فيه تحريك مستمر كي ما قلت لكم وباش تعرفوا اذا الملوخية تاعكم طابت من الزيت تحا كي تشوفوا الملوخية بدات تصفي في الزيت وتطلق في الزيت تحا انتما تعرفوا بلي الملوخية راهي طابت ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم الملوخية عنه اليوم وجربوها وما تندموش حيبنينا بزاف ربي ان شاء الله هجيكم في الاخير ما تنسوش كما قلت لكم ابوني للفيديو ابوني للقناة وفعلوا الجرس ولايك للفيديو وتلقوا في فيديوهات اخرى ان شاء الله مع السلامة